في ظل النزاعات المسلحة التي يشهدها لبنان لا تقتصر الأضرار على الخسائر البشرية والمادية بل عند كل غارة تتعرض البيئة لتداعيات كارثية تشير الدراسات إلى أن القصف يسبب تلوث الهواء بمواد سامة مثل الجسيمات الضقيقة والمواد الكيميائية الناتجة عن المواد المتفجرة هذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على صحة السكان مما يزيد من نسبة الأمراض التنفسية والحساسية لكن الأثر لا يتوقف عند هذا الحد فالقضائف التي تنفجر في الأرض تؤدي إلى تدمير التربة حيث تتسرب المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الضارة مما يجعل التربة غير صالحة للزراعة ويهدد الأمن الغذائي كما تتسبب في تلوث المياه الجوفية والسطحية وتصبح هذه المياه غير صالحة للشرب كذلك يؤثر القصف على المساحات الخضراء إذ يتم تدمير الغابات والأراضي الزراعية وبالتالي فقدان التنوع البيولوجي وتهديد العديد من الأنواع الحيوانية والنباتية بالانقراض كما يساهم في زيادة انبعاثات الكربون مما يفاقم من مشكلة التغير المناخي ومع استمرار الحرب تصبح هذه الأضرار البيئية تحديا إضافيا أمام جهود إعادة الأعمار من الضروري أن تتضافر جهود المجتمع الدولي والمحلي لوضع استراتيجيات فعالة للتخفيف من هذه الآثار والبحث عن حلول مستدامة تساهم في إعادة بناء البيئة وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين